مرحبا بكم إن شاء الله نرى الطريقة التحضير هذه الغريبة البهلة تظهر رائعة كما ترى في الصور يعني لا تبعتوا الطريقة سوف تأتي بحالة و تصنطوا الشرح 325 جرام السكر الساندة 1 جوج كيسان 20 جرام الخامير 20 جرام الخامير 20 جرام هنا 1 جوج صاشية الفانيل و هنا يمكنكم تعملوا أي حاجة في الماداق المملكيات و هنا 250 جرام الزبدة الطوراق و هنا 270 جرام كما تلاحظون هذا كبير معروف و هنا 160 جرام فروي أو فوكه المعسلة و هناك كيلو دقيق هناك كما تلاحظون نعملوا في القسعة أو في الباطور و لا سوف نعملوا غيب ليد أنا سوف نعملوا غيب ليد لذلك سوف نعملوا غيب ليد قدامكم كما نعملوا السكر و الزبدة و نخلطوا و نحكوها مزيدا مع السطح العمل حتى تصنطوا مجموعة يعني تصنطوا مجموعة حتى تصنطوا عجينة سوف نعملوا سوف نعملوا هناك نجيبوا الدقيق بنفس الطريقة و نعملوا و نعملوا الخميرة و نعملوا الخميرة و نعملوا الزبدة و السكر و نضيفوا عليها الزيت و نجمعوا بإضافت نعملوا بعدًا و نعملوا و نعملوا بعض الملاقة أو الفinya و الذي يخطيها فيه يعني فرونبواج والتوت هنا كما تلاحظون العجينة دينا مجموعة متماسكة مزيان هنا كنزيدو هاد الفروي كونفي هنا هاد الفواكين مع السلا وقد ندخلوها بطريقة يعني ديال العجين بحالك ده ونهاية كنتمنى ان شاء الله اللي ما مشتاركش كنتمنى يشترك ويفعل الجرس باش بقى يوصل ليك الجديد وكنتمنى ان شاء الله تبارتجيو الفيديو باش تتعام الفائدة وهنايا قد نجيب واحد شو ديال السكار الخاشين قد نعمل له واحد شو ديال المداق ديال الفراولة بحالك ده ولا ديال الفرنبواز هنايا كما تلاحظون كنخلطوهم زيان مزيان هنايا حتى كتولي يعني منساج ما كلها ملونة ولا عملتو مثلا بيستاش عملو بالخضر اعملتو شي حاجة بحالك ديال السيترون ولا ديالبانان ولا تعملو الصفر والمهم ليكم اختيار هنايا قد نشكلو الغريبة ديالنا الغريبة ديالنا انا عملت فيه هنايا ديك 75 جرام 75 جرام و 75 جرام على حسب انتو ماليكم اختيار بيتو تعملوها صغيرة بيتو تعملوها كبيرة كلك يعمل فيه 100 جرام على حسب وهنايا تسع دائما تسع هنايا على حسب انا كنعملو السكر غير من الفوق هنايا كنحت لاغير راس ديالها فات السكر بحالة كده صافي لاغير وهنايا نخليوليها اربعة ديال السبعين كما كتلاحظوا هنايا باش ما تلتسقش من اللي غادي في الفران غادي تبقى تتحل وهنايا غادي نطيبها ان شاء الله في الفورني الفورني تسخنوا الفران مزيان وتعملوه انا نطيبها على 180 دراجة مية وخمس وسبين مية وثمانين هنايا احتكد تشوفوا الفران هنا فران ديال فولتيلاتور يعني بالغاز وبالضب هنايا غادي تشوفوا الشكل ديال ان شاء الله وفي الفران ديال الغاز عادي وغادي تسخنوا الفران مزيان غادي تعملوها فوق النار حتى تشقق وديك ساعة عاملوها تحت النار وغادي تقول لي في هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا كنتم منها ان شاء الله تنال اعجابكم هاد الحلقة هادي وشتو طالقة ديال الخدمة وشتو كيفاش خرجت الحلوة ديالنا هنايا بيدوني غش بيدوني شي حاجة ما كيناش دائما كما كتعرفو الشفعة البسط دائما معاكم صارح هنايا كنتم منها غينتما تتفاعلوا مع الفيديو اي فيديو نزلتوا قد تفاعلوا معه باللايكات والبارتاج لازلتكم الخير يعني باش كتعاونوا شوي ديالقناة زيد القدام والصفحة وشكرا لكم و الى اللقاء حلقة القديمة جاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة